هذا وقال الرئيس عبد الفتح السيسي ان الشعب المصري درب في ثورة 30 من يونيو المجيدة اروع مثال في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته واذبت انه اقوى مما تصور اعداؤه واشد بأسا ممن اعتقدوا انهم سينالون من وطننا بارهابهم الاسود ووجه الرئيس السيسي على حسابه بموقع تويتر تحية غالية الى شعب مصر وجيشها وشرطتها ولكل الاياد العاملة والنجزة في جميع الميادين وجدد الرئيس السيسي العهد مع المصريين في هذه الذكرى الغالية مؤكدا ان مصر لن تتخلى ابدا عما حققته على ارض الواقع من انتصارات وانجازات فارقة نابعة من ارادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والازمات سائلة للمولى عز وجل التوفيق وان يلهمنا دائما وابدا طريق الخير والصواب